بس عايزة أطمئنكو أنه المسحة اللي عملها محمود الدعب منعم كهربا اللاعب الأهلي الحمد لله ثبتت أنها سلبية يعني ما فيش مشكلة لكورونا ولا حاجة كهربا كان مبارح لغاية قبل المباراة على طول شعر بشوية إعياء ملامح نزلت برد فكان فيه تخوف تم إخراجه من قايمة المباراة خضع لمسحة والحمد لله جاءت سلبية وأدت تمرين نتمنى الشفاء للناس كلها هو ده وقت الاحتياج لكل العناصر ويعني نسأل أنا شوية على بعض الأخبار التي توطرت عن إصابة محمد شريف برضو حنطمنهم ونقول لهم الوضع إيه فمجرد ما هتظهر نتيجة الأشعة عمل أشعة معنا منتظرين عشان نحدد حجم الشد إيه سنقول لكم الكلام المزبوط يعني هو بنون في سكته بدر بنون إن شاء الله المسحة التانية بإذن الله تطلع علي جابه إن شاء الله تطلع سلبية ويدخل التمرين بإذن الله طيب الأهلي أدى تمرين وفي الأهلي ما فيش وقت حتى للحزن للغضب للألم خلص أنت بتلعب بشكل مضغوط عايزة أقول حاجة برضو لجزئية ضغطة المباراة ضغطة المباراة 100% هتلاقي فيه إصابات ما طبعا يعني هي بس طبعا أنت أنت واصل لمرحلة دلوقتي ما إحنا إحنا وزمالك في الدورة تسوينا كويس لكن إحنا لعبين عدد مطشط على الأقل سبع طمع مطشط ديادة ليه مشوار شوف أنه لك الحاجة الأهلي لعب عشان الناس بس اللي بتمدغ دايما في اللبانة بتاعت ده الحد النهاردة تكافؤ الفرص مش عارف إيه الأهلي حتى الآن يا جماعة لعب زيادة عن أي فريق في مسابقة الدورة بما فيهم الزمالك طبعا 11 مباراة اللي هم إيه لها للعب مطشين في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا الزمالك الفرقة اللي وصده كانت انسحبت الزمالك خرج من دور المجموعات الأهلي لعب مطشين في دور التمانية أدى أربعة لعب مطشين في الدور قبل النهائي أدى ستة لعب تلاتة في كأس العالم الأندية أدى تسعة لعب الصبر الأفريقي أدى عشرة لعب النهائي الأفريقي في المغرب أدى 11 إذن الأهلي زيادة عن الزمالك أو عن أي فريق في المسابقة السنادي بـ 11 مباراة منها مباراة باشموندس يلعب في أدنى أطراف القارة في جنوب أفريقيا ويتلعب في أقصى الشمال الكلام ده قلناه وحنعيده وحنعيده لحد النهاردة هناك من يصر على أن الكلام في الموضوع ده وللأسف الشديد أن يحدث هذا الكلام فيه برامج إذاعية هي برامج ملك الشعب المصري في إذاعات مصرية في إذاعات مصرية والكلام اللي مقصود مفهوم ونفس الأشخاص اللي بيتداولوا الكلام هم هم متبعترين شوية متنطورين هنا وهنا 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 بعضهم على الشاشات وبعضهم في خلف المكروفونات ترجمة نانسي قنقر